اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية التصوير بالاشعة النووية مقدمة كثيرا ما يذهب الناس الى الاطباء بسبب معاناتهم من مشاكل تصيب مختلف الاعضاء الداخلية من اجسامهم يستخدم الاطباء التصوير بالاشعة النووية في معظم الاحيان للحصول على معلومات حول كيفية قيام الاعضاء بوظائفها والاكتشاف المشاكل الموجودة في مناطق محددة من الجسم مثل الغدة الدرقية والقلب والكبد والعظام اذا نصح الطبيب مريضه باجراء التصوير بالاشعة النووية فان اتخاذ القرار حول اجرائه او عدم اجرائه يعود للمريض نفسه ايضا يقدم هذا البرنامج معلومات حول منافع التصوير بالاشعة النووية ومخاطره الإجراء يختلف التصوير بالاشعة النووية باختلاف العضو الذي سيفحصه الطبيب لدى كل مريض على حدة يكمن الفارق الاساسي بين مختلف انماط التصوير بالاشعة النووية في نوع المادة الصيدلانية المستخدمة وفي طريقة اعطائها للمريض في اثناء التصوير بالاشعة النووية تحقن في الجسم مركبات تحوي مادة مشعة ثم يجري تصوير الجسم بواسطة جهاز خاص يستطيع اظهار المادة المشعة تصدر المادة المشعة اشعة ضعيفة جدا يجري التقاطها بواسطة اجهزة خاصة بعد سنوات من البحث تبت ان التعرض لهذه الاشعة الضعيفة جدا ليس له اية مخاطر صحية ملموسة باستثناء احتمال وجود مخاطر بالنسبة للجنين عند اجراء التصوير بالاشعة النووية للغدة الدرقية يجري استخدام مركبات تميل الى ان تتركز في هذه الغدة اما عند تصوير القلب بالاشعة النووية فتستخدم مركبات يجتذبها القلب ويصح الامر نفسه بالنسبة للعظام والكبد وباقي الاعضاء باستخدام هذه الاختبارات يمكن ان يتعرف الاطباء الى وجود فرط نشاط او نخص نشاط الغدة الدرقية عند المريض يمكن الاستفادة من التصوير بالاشعة النووية للتحري عن وجود المشاكل القلبية ايضا كما يمكن الاستفادة من التصوير بالاشعة النووية في التحري عن سرطان العظام او عن كسور العظام او تنكسها اي تغير بنيتها ايضا ويمكن الاستفادة من التصوير بالاشعة النووية ايضا في التحديد الدقيق لاماكن الاصابة بالعدوى وفي التصوير بالاشعة النووية يمكن ان يأخذ المركب المشاع عن طريق الفم او عن طريق حقنه في الدم وفي بعض الحالات يجري اخذ الدم من المريض ومسجه مع المركب ثم يحقن من جديد في جسم المريض يمكن اجراء التصوير بالاشعة النووية في جلسة واحدة او على مراحل متعددة ويمكن ان يعود المريض لالتقاط مزيد من الصور بعد يوم او يومين يجرى التصوير بالاشعة النووية عادة في الايادات الخارجية ويستطيع المريض ان يعود الى البيت بعد ساعات قليلة من اجراء الاختبار ينتهي التصوير بالاشعة النووية بعد قبول الاخصائي في التصوير الشعاعي بالصور الملتقطة ورضاه عنها المخاطر والمضاعفات ان اختبار التصوير بالاشعة النووية امن جدا ولكن هناك مخاطر ومضاعفات محتملة قليلة جدا ومع انها مستبعدة ولكنها من الممكن ان تحدث وينبغي ان يعرف المريض هذه المخاطر والمضاعفات تحسبا لحدوثها وهي مستبعدة ولكنها من الممكن ان تحدث وبمعرفة المريض بها فانه قد يكون قادرا على مساعدة الطبيب على اكتشاف المضاعفات في وقت مبكر تستخدم المواد المشعة في اختبار التصوير بالاشعة النووية وتعد كمية الاشاع المستخدم في اختبار التصوير بالاشعة النووية امنة لكن هذه الكمية نفسها يمكن ان تكون خطيرة بالنسبة للجنين وبذلك من المهم جدا ان تتأكد المرأة من عدم الحمل قبل اتخاذ قرار اجراء التصوير بالاشعة النووية يمكن ان يتحسس بعض المرضى من المركبات المستخدمة في اختبار التصوير بالاشعة النووية وينبغي على المريض ان يحرص على اخبار الطبيب عن اصابته بالحساسية وعن اي مواد سببت له ردود فعل تحسسية في الماضي الا ان التحسس نادر جدا اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة يمكن ان يكون التصوير بالاشعة النووية مفيدا في الكشف عن وجود مشاكل في مختلف الاعضاء الداخلية في اختبار التصوير بالاشعة النووية يمكن ان تحتاج الاعضاء المختلفة الى انواع مختلفة من المركبات التي تؤخذ عن طريق الفم او عن طريق الحقن في الدم وقد يستغلق التصوير بالاشعة النووية اوقات مختلفة من حالة لاخرى يستخدم التصوير بالاشعة النووية للكشف عن مشاكل في اعضاء الجسم مثل القلب والكبد والعظام والغدة الدرقية التصوير بالاشعة النووية امن جدا كما ان مخاطره ومضاعفاته نادرة الى ابعد حد لكن المعرفة المسبقة بها تساعدك على اكتشافها باكرا في حال عدوثها شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين